السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البتني قبل ما ابدوا الفيديو تانها اليوم ما تنسوش تسلو تسلم على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم ان شاء الله اجب لكم قراتا في قوالب فردية بطريقة سهلة وبسيطة مكونات موجودة في كل بيت ايضا بالنسبة لهذا القوالب رهم موجودين في المحلات اللي بيعوا للأواني رهم صولد ايضا هذا القوالب هذو يدخلوا للفرن عادي وما يتكسروا ما يروحوا ما يجيوا خليكم ضك معلوصة مع المقادير مشاهدة متى على الجميع نبدأ اول حاجة رح نبدأ نخدمه مرق ابيض نجوبه كوكوة تاندر وفيها شوية الزيت عندي نص حبة تابصل نقطحها مربعات صغيرة وعندي سنة ولزوز سنة نتعثم عندي ايضا نزوج اطراف تاعد دجاج او صدر دجاج انتوما بالنسبة للدجاج يرجع حس بعد افراد العائلة بالنسبة لكمية تعوه عندي ايضا شوية تعمية نوس ومن بعد ذلك رح نضيفه التوابل بالنسبة لتوابل عندي الملح عندي زنجبيل عندي ايضا شوية انتع فلفل لكحل شوية تعكركم عندي ايضا شوية راس الحنوت ولكن بالنسبة لراس الحنوت ما تكثروش بزاف كمية قليلة فقط لانه المرق الابيض ما يحتاجش راس الحنوت بزاف عندي ايضا شوية تعالكسبر هذو هما التوابل اللي رح نضيفهم في المرق الابيض وكل واحد وشي دير من بعد ذلك نزيدو اربع كاس تالما ونهزو الكوكوطة تعالى نحطوها على النار وعلى النار متوسطى ونخليها تقلها جيدا لمدة عشر دقيق حتى الاربع ساعة وهي تتقلها مرة مرة نحركوها باش ما تلصقناش في القاعدة تعالى الكوكوطة مرة ما شفنا هات قلات مليح نجيبه هنا يكون الماء سخون نضيفه الماء ويكون سخون موش بارد لانه المرق تعالى نعرى في الدجاج ونغطى عنها ونخليه احتنا بدجاج وتشرب لانه هذا اللاصوس لانه لانه المرق نحتاجه يكون عاقد ونحتاجه كمية كليلة محتاج كمية كبيرة من جهة اخرى نحطوه مقلة ندلوها شوية زيت ونحطو البطاطاتنة للتقل بايضها أنا قطعتها مربعات صغيرة أيضا بالنسبة لكمية أنا درت أربع حباتها على بطاطا متوسطين في الحجم ثم الكمية على البطاطا أيضا ترجح حسب أفراد لائلة وأيضا ما تنسوش الملح نملحوا شوية البطاطا تعنا دائما الملح عيننا ميزانا باش نوفقوا بين المرق ونوفقوا بين البطاطا ونوفقوا بين كلش إذن هكا ذو كا وش راح ندير بعد ما طيبت هذه البطاطا طيبت الدجاج بالنسبة لدجاج قطعته كما كنت شوفوا البطاطا أيضا بعد ما قلناها دجاج نحيتهم المرق وقطاته زدت لها أيضا شوية على البعدنوس عندي شوية على الماييس تقدروا تستغناءوا عليه اللي ما عندوش نخلط هذه المكونات مع بعض هكا بعد ما خلطنا هذه المكونات راح نضيفه إضافات أخرى أول حاجة لنا قبل ما نضيفه إضافات نجيبه صحنة صغيرة نديره فيها حبات على البيض عندي أيضا الهريسة بالنسبة للناس اللي تحب الحرارة يديروا شوية الهريسة نضيفه لهم أيضا شوية حليب من الأحسن إذا عندكم لا كرام فرش تستعملوا لا كرام فرش أحسن وأحسن من الحليب راح تعطيكم واحد الضوق اللي ما عندوش يدير حليب عادي أيضا المرق هذا كليب قليل كما نشوفو كمية قليلة ضفتها باش ما يجيش القراطنة تعكم ناشف يجيكم نشمخ عندي أيضا هنا فرماج أنا استعملت دائما فرماج باتنات دائما نخدم به ما نستغنى شعره هذ العلبة هذي وكين أيضا تقدروا تعلل بيدونة الحمرة عندي أيضا شوية ملح وعندي شوية فلفل لكحل ونخلط هذو كل مكونات كامل مع بعض حتى أن ينساجموا ما بعدوش راح ندير بالنسبة لهذه الخالط اللي خدمته راح نقسمه إلى قسمين قسم راح نضيفه في البداية الخالط هذك تعلل بطاطا والدجاج ونمعدنوس تقدروا حتدلوا البصلات تقدروا البصلات قطعة مربعات صغيرة وضيفوها راح تضيف لكم إضافة ونكهة خاصة تقدروا تديروا لي شومبينيون وش تحبوا أي خضرات تحبوا تضيفوها اضيفوها بعد نجيبوا هذ القوال بالنسبة لقالوا القوال بهذا ستة بثنين وثلاثين اللي فراهم موجودين في المحلة اللي بيعوا الأواني جابوهم وأيضا راهم صولد هذا القوال بتقدري تدير بهم الحلو المالح تدير بهم تحليات باردة في الثلاجة تقدري تطيب فيهم في الفرن أيضا أنا كما كم تشوفوا راني ندهم فيهم بالزبدة يعني باش ما تلصق الناش كما قلت لكم وجايين خشان وعجبوني بالبزاف حضرت بهم تحليات تيراميس وحتى تلكم في القناة وأيضا ذكرة راح نخدم لكم بهم في الفرن وراح تشوفهم ما يتكسروا ما يروحوا ما يجيوا حتى ملخشن راهم خشان ما تخافوش نبدأ ونضيفو هذك الخليط في القوال بتاعنا بالنسبة للناس لمن مروانا من مروانا تابع الولايات باتنا يلقوا هذ القوال براهم موجودين عند استايفية على البزارات فقط يطرع عنده قلوا لقناهم شوفناهم في قناة شاف صلاح البتني باش يساعدكم إذن هذه هي وذوق اللي هنا بالنسبة لخليط ذكتها اللي درته تحت البيض وكلوش راح نضيف نقسمه بالنسبة لكمية أنا درت لكمية 5 تعليقها هذا ما كان مدرته كمية كبيرة وذوق راح وش راح نديرو نجيبوه فرماج رابي عادي تقدروا ايضا فرماج باتنا تجيز تديرو خليط فرماج مع شوية على كرام فراش ما تكثروا بزاف حتى نصبح كريمي وديروها طبقة من فوق وتفوتون بالنسبة للناس اللي معدوم فرماج رابي يعني في كلتا الحالات راح ميصرحوا قد يديرو كريمة الجبن المهم هذا يرجع لكم ما بعد وش راح ندير راح نحطهم في سينية ونفوتهم الفرن الفرن بطبيعة الحال نكونوا شعلناه مسبقا على 180 دراجة فقط يطيبنا هذاك البيض ويتقراتينا لهذا الكؤوس تعنا تعليقراتينا وبعد إن شاء الله نرجع لكم إذن هذه الوصفة نتنهى اليوم إذا بعجبتكم الفيديو تنهى اليوم ما عليكم إذا تكثروا قناتي ما عليكم إذا تدروا اشتراك ولا أبون ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد نتاعي ما بقى لي نقول لكم شاهدكم الصحة ما تنساوش تبرتجيو الفيديو مع الأصدقاء والأحباب في الأنستغرام في أي منصة في مواقع التواصل الاجتماعي تالله وفير وحكم وسلام